في مخاوف في قلق التوتر نفسي هو الحوت يعني يكاد يكون شفاق حاجات كتير بتأثر فيه اي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نومه اول حاجة اضطرابات في النوم نوم قطع يسحى محدود ده قلق نفسي واضح بس يعني ايه الدنيا حدوث التاور انهيار البرج برج قائم في حياتك عايش معاك بقى له فترة ممكن يكون تكتير ممكن يكون رأي ممكن يكون علاقة ممكن يكون اي اسلوب حياة بس ده كان خاطئ وبيأذيك يحوت خلاص حينهار ويحل محله نور بقى شمس الضلمة دي تفك بقى وتروح يحل محلها نور البرج ده لما حينهار حيحصل عندك عملية توازن هتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يا حوت واضح انه ما كشفت زين الفترة دي فعلا التقلبات المود قوية يعني هو اصلا الحوت موده متقلب زي زي الابراج المقاية التانية متقلبين المزاج جدا بس يعني كمان متقلب حاد في حدية في التقلب الدنيا حتبتزي حتلاقي ان المود بقى ماشى على وثيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فاتت دي بداية الشهر ده اه asty الظروف مش متعداك اوها وتنفسك تعمل حاجات سواقف في حاجة موقفاتك اللي بوقفك ده انا مش عارسة اقول ده خوفك لان انت عليكة نع 이거를 في مرهلة الحظر انت فم رحلة خوف خائف تاخد خطوة اه 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 ايه الموضوع خايف مش شايف الطريق قدامك او الان من حاجة القلق ده منعكس هنا في النوم برضو خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف ايه الحالة دي بقى انت اضرب باوضاعك وحنشوف يمكن الموضوع اللي لقب حالة عطفية لما نقرأ الحالة عطفية يمكن ده يكون تأثير حالة عطفية ده اللي عمل لك القلق ده بس في خير جاي لك يحوث انت طبعا الحوث معروف بطبته وان هو بطيب الحوث طيب ويعني عملت خير بحد اذن الله خير ده يرجع لك او حاجة انت اشتغلت عليها مدة طويلة وعملت فيها مبهود كبير بس نصدش ناتيجة ما جالكش المرضود حييجي دلوقتي بإذن الله حييجي دلوقتي الناس اللي عندها اوراق او قضايا في قضايا مستنيين حكم فيها مستنيين بس فيها افتكر دي هتكون برضو سبب من الاسباد الخير اللي جاي لك ولي بيأكد لي ده الناس اللي عندها ورث متعلق الحيتان من المجموعة القول عندهم ورث متعلق افتكر ده ورث الفلوس اللي هيلك من شخص كبير ده ده ورث وقضايا كانت متعلقة ووقفة ان شاء الله الخير جاي فيه خير جاي زي ما قلت فيه فلوس من شخص كبير بإذن الله اللي حالة الورث والقضاء او القضايا ما بتم تبطش عليهم فيحوت انت تقريبا قسقت الظن يعني قسقت الظن في حد او قسقت الحكم على حد ما تتصراش في احكامك يحوت انت بتلقائي جدا وبتعقوي قوي فتعدي ممكن تعدي منك حاجات صح وغصب عنك لو انت ظلمت حد رجع نفسك تاني وانت يعني اكيد هتقرب غلطك او على الاقل تحاول تصلحه فيه كارت العدل زي ما قلنا اما فيه ورق حكومي متعلق او انت سقت الحكم على حد او عددك الهرمت انت حكيم يا حوت وصيرت تدركة الحكمة حكيم عارف بتقيد تفكر لوحدك وبتشتغل لوحدك ويعني اخر انتجام عقلك اللمبة منورة بص النور منور وفي افكار بتجيلك وانت يعني محوطها لوحدك عايز تكون لوحدك وتفكر لوحدك وتشتغل لوحدك الناس اللي لسه متجوزوش بس العلاقة قائمة مفيش علاقات جديدة في الحوت المجموعة دي مفيش علاقات جديدة العلاقاتهم قائمة في حالة ارتباط او خطوبة او شيء في اتمام زواج الناس المتزوجين الله اعلم بيمروا بظروف صعبة شوي اتمنى اكون غلطانة بس من الواضح انه هم بيمروا بظروف صعبة شوي طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها لوحدك دي طاعد كده تفترح احنا تعطينا احنا بقى ايه بان احنا عايشين في البابل بتاعتنا يعني الحوت بيبقى عامل كده لناس بلونة وقاعد جواها وبيحلم موضوع daydreaming او الحلم اليقظة عنده عالية جدا بيحلم يحلم بيفكر بس الحلم ده هيتحول لهدف هيبقى عندك حالة اسرار ومصابرة انك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي طبعا الحوت كبرياء وعالي جدا ده بيوصفك قد ايه انت شخص يعني عندك كبرياء وعايزة نفس وكمان شخص يعتمد عليه الحوت في المسئولية جبار جبار ديشيل مسئولية ويمكن كمان ديشيل اكتر مما ممكن يتحمل بس احنا قلنا المواضع ده بتدا يتغير السنادي والحوت فتنصح وبقى بيشوف نفسه وللسه ما حصلوش التغيير ده ياريت يبتدي يمكن ده يكون التغيير اللي انت محتاجه يحوت حالة التضحية والعطاء اللي بلا مقابل وبلا تفكير وحاجة مش منطقية كده لأ ياريت البرج ده ينهار ونبتدي يبقى الموضوع فيها عقلانية نبدي كل حاجة مفيش مشكلة بس لازم لما نبدي لازم يكون فيه مقابل لازم لما نبدي ما نبقاش جنة على نفسنا فهمت قصدي ما تجوش على نفسكو بالطريقة دي حبوا نفسكو شوية دي مش انانية ده حب ذات لازم تحبوا ذاتكم شوية الحالة المالية مكيش فيها تطور مش شايفة فيها تطور للمرحلة دي مكيش طفر محلك سر إنما في أفكار شغالة هتحول لأهداف شدوا حلكوا والناس اللي بخنين على زواج بإذن اللي حيتم مبروك مقدمة حالة القلق والخوف دي يحوت يعني سكيف حاول تعديها بسرعة وتحط بدلها هدف احلم بهدفك إن شاء الله هتوصله حالة توازن إن شاء الله داخل عليها يحوت وحالة موج البحر اللي انت فيه ده شوية فرحان شوية زعلان شوية متفائل شوية متشائم خلاص الدنيا هتبقى فيها بعلانس هيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزاجية بتاعتك دي قراءة المجموعة الأولى العامة الحالة المالية فل لا او الله او الله يا إسفايد علي انا مش لوحدك بس الأزف هو الشهر ده مش واضح ديها اي تغير فيبقى اي نخلي بالنا ايا كان اللي بيجي بنقول الحمد لله وبإذن الله يبارك ربنا يبارك في الرزق إن شاء الله يحصل تطور الشهور اللي جاية مازالك مستمرة لا بص يعاني ده مش هيفيدنا بحاجة خالص مش هيفيدك بحاجة خالص حاولت تبدل احتسر خوف والقلق ده بأمل وبهدف حط هدف قدامك لا لست الحالة العاطفية يا مين مش نشوف حالتهم العاطفية أخبارها ايه بتقولي ايه يا رانو ما تهمتش انا برج ايه يا عيما انا برج الحوت وإحنا بنقراقه هو كانوا صح جدا بشكرك يا هدير روان اه لا الناس اللي مش مرتبطين اصلا السناجل لسه السناجل ما شفتش علاقات جديدة يا رب اكونوا بلطانا ويبعثلكوا طبعا كل خير بس انا ما شفتش الناس اللي مرتبطين مخطوبين او في علاقة في اتنان زواج إن شاء الله اه هو هو مضوعة تانية وبيننا خلافات كثير ومش بنتكلم طب تعالين شوف الحالة العاطفية ومطلعين ان وضعهم الحالة المادية تزيد الزيون ايه تكون طبعين حالة المادية ما شفتش فيها طور التطور خالص حبيبتي دلوقتي هنشوف الحالة العاطفية اخبار الشريك ايه المتطلقين والمتخصنين والحاجات دي ماكو سفر يا رفعل انا اسفة يمكن اكونوا غلطانة يا رب اكونوا غلطانة بس ما شفتش سفر اه انا كمان نسموت احنا زيبين فعلا ندخلها كثير بنات كثير اوي انا جايبه دون مره اللي فات اسملا الحمل لي اي دينا اي احبتو اي كنت اسمك بالروسي بس اي احبتو يا ياسمين لانت اللا امرين يا روحي تفزنيلي اعقرب هنقوله قريب قوي يا نورهان اريب جدا حبيبي طيب تكلمك لو صحبا اشكرك يا جيهان اه تفقلو ان شاء الله في حالة التوازن دخني عليك والقلق والثواثور ده بإذن الله هيروح وزي ما قلنا هنحط هدف وهنفعله وبخاف ما كل حاجة جلدان جداً مالوشة لازمة خالص يا ملك الخوف ده حطي يعني استنماني وربنا ان شاء الله يعني يزرع الامان والطمئنينة في قلبك ما تخافيش من حاجة ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة جداً وزي ما قلنا في ناس اللي كان عندهم لو فيه فلوس جاية فهي جاية من شخص كبير فيه فلوس جاية اه بس مش تطور في الحالة بما تبايد فيه فلوس جاية ان شاء الله نشوف كلمك صح بشكرك يا مرنة قوي طيب هنشوف الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج الحوت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة